أعوذ بالله السمع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على ختم أنبيائه ورسلي وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فمرة أخرى السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته وبعد فتستهل آيات الصيام بهذا النداء الحبيب إلى القلب يا أيها الذين آمنوا وهذا النداء جاء مرات قليلة في كتاب الله ويوحي بأن كل أمر يليه هو أمر محبب إلى ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وكتب يعني فرض فرضا لازما قد يفرض الأمر شفاها ولكن إذا ذكر كتب فهذا مبالغة في التوكيد على أنه أمر ملزم إلزاما قاطعا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وهنا ومضة يجب أن يتوقف عندها المسلم لأننا نحن مع شعر المسلمين نحن الأمة الوحيدة التي تؤمن بوحدة رسالة السماء بالأخوة بين الأنبياء وبين الناس جميعا الذي يصفهم ربنا تبارك وتعالى بقوله العزيز يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا فنحن نختلف مع بقية الأمم في أننا انطلاقا من إيماننا بوحدنية الخالق سبحانه وتعالى فنحن نؤمن بوحدة رسالة السماء وبالأخوة بين الأنبياء وبين الناس جميعا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد ويقول كلكم لآدم وآدم من تراب فما يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم توكيد على هذه القيمة الإنسانية العظيمة التي يفتقر إليها كثير من الأمم وكثير من الناس الذين يعظمون العرقية التي نهينا عنها دعوها فإنها منتنة لذلك أعلن رسولنا صلى الله عليه وسلم أن الصيام رق من أركان الإسلام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم والصيام كان مفروضا على الأمم السابقة عنها بهذه الوصفة الذي نمارسه نحن الآن ولكن مع نحرافات البشرية عن طريق الله وعن منهج الله ابتدع في الصيام كلام كثير يعني لا يتسعي المقام لعرضه والهدف من ذلك لعلكم تتقون والتقوى يعني عرفها كثير من العلماء بأن الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل وهو تلخيص لحسن فهو دور الإنسان في هذه الحياة عبد لله سبحانه وتعالى خلقه ربنا تبارك وتعالى لرسالة محددة أولها عبادة الله تعالى بما أمر وثانيها حسن القيام بواجب الاستخلاف في الأرض بعمارتها وإقامة شرع الله وعدله في ربوعها وقيل في التقوى أن يطاع الله فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر أن يجدك الله حيث أمرك وأن لا يجدك حيث نهاك ومن أفضل وسائل لتحقيق التقوى في قلب المؤمن فريضة الصيام لأنه في أثناء الصيام بتضعف نوازع الشهوة ونوازع الجسد بصفة عامة ويصف القلب للتأمل والتدبر والنظر فهي دورة تدريبية لكل مسلم يتعرض لها ولو لشهر واحد في خلال السنة يعني يمتنع بإرادته عن تلبية كل غائبه وشهواته وهذا من أعظم وسائل تحقيق التقوى في الإنسان والصوم يعين على حسن أداء بقية العبادات يعني الصائم يحرص على أداء الصلوات في وقتها على أداء النوافل المسنونة كما يؤدي نوافل يعني لا تؤدى في غير شهر رمضان خصالات الترويح التهجد يحرص المسلم على يعني لاجتهاد فالعبادة في العشر الليل الأخيرة من رمضان وفيها ليلة القدر التي خير من ألف شهر وإذا أضفنا إلى ذلك حضور مجالس العلم والحرص على الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان وتحري ليلة القدر فيها والإكثر من الدعاء والحرص على أداء العمرة إن استطاع المسلم إلى ذلك سبيل لأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي منها قوله الشريف عمرت في رمضان تقضي حجة أو كما قال حجة معي وقال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيماناً وحساباً غفر له ما تقدم من ذنبه وقال من قام ليلة القدر إيماناً وحساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ومن أبرز صور التقوى لالتزام بمكارم الأخلاق وكل مسلم محتاج لهذه الدورة التربوية العظيمة في هذا الشهر الفضيل ليلزم نفسه بمكارم الأخلاق ورسولنا صلى الله عليه وسلم لخص بعتته الشريفة كلها في التأسيس لمكارم الأخلاق فيقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ويقول صلى الله عليه وسلم الدين حصن الخلق وينفي عن صاحب الخلق السيء أن يكون صاحب دين فيقول لدينا لمن لا خلق له أصور رمضان يعني هو مدرسة للتدريب على الكلمة الطيبة والعمل الطيب والاجتهاد في العبادة والتقرب إلى الله بغير ذلك من الطاعات وذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الصيام من الأكل والشرب إنما الصيام من اللغوي والرفث ويقول وصيام جنة فإذا كان يوم صمو أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سبه أحد أو قتله فليقول إن مرء صائم ويقول صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ومن كارم الأخلاق الجود والكرم خاصة في هذا شهر الفضيل فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حينما كان جبريل يدارسه القرآن وكان يدارسه القرآن في كل ليلة من ليالي رمضان كان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن كما جاء في حديث ابن عباس الذي ختمه بقول فالرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة في قول ربنا أياما معدودات حكمة بالغة لأنه أولا تخفيف على المسلمين ليس الصيام مفروضا لفترات طويلة وشهر في السنة قال أياما معدودات ويعني ذلك أن الصيام لفترة محددة هي مدة شهر رمضان وليس صيام الدهر كله والذي يمكن أن يفقد صائم الدهر أشعور بجلال هذه العبادة المفروضة لأنها تصبح بالممارسة المستديمة شيئا من العادة وليست من العبادة ثم سمر الأيات بقول ربنا ثباره وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وهذا من رحمة الله تعالى بعباده المؤمنين فعلى الرغم من جلال عبادة الصوم فإن هذا النص يستثني من هذه العبادة كل من المرضى حتى يصحوا والمسافرين حتى يقيموا وظاهر النص مطلق يعني أي مرض وأي سفر يبيح للصائم أن يفتر ومع الرحلات الطويلة الآن بالطائرات تتضح الحكمة من الإفطار في السفر لاختلاف الموعين من البلد التي يقلع منها الإنسان للبلد التي يصل إلىها خاصة أنه كانت هذه المسافات طويلة كالمسافة من هنا لأمريكا مثلا أو لغيرها من الدول أستراريا أو غيرها من الدول والأمر في ذلك مطروق لضمير العبد المؤمن وذلك لأن الشعاعر التعبدية في الإسلام هي علاقة بين العبد وربه وإذا تحقق التقوى في قلب العبد المسلم فإنه لن يتفلت ولن يترخص أبدا إلا في الأمر الذي يرفضه قلبه ويرى فيه طاعة لخالقه وفي ذلك يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله إن الله تعالى وضع شطر الصلاة عن المسافر وأرخص له في الإفطار وأرخص فيه للمرضع والحبلة إذا خافت على ولديهما وفي قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وهذه رخصة أخرى لمن يجد في نفسه مجاهدة شديدة في الصوم وهو منلول لفظة يطيقونه لأن الإطاقة هي التحمل بشيء من المشقة والاحتمال بأقصى الجهد من هنا رخص ربنا تبارك وتعالى بالفطر لكل من يجد مشقة في الصوم على أن يطعم مسكينا عن كل يوم يفطره ثم حبب في إطعام المساكين إطلاقا إما تطوعا بغير الفدية وإما بالإخطار من هذه الفدية ثم تختثم الآية بقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وذلك لما في الصوم من فوائد عديدة منها تقوية الإرادة التعويض على الصبر مضاعفة الاحتمال زيادة في حب طاعة الله هذا بالإضافة إلى ما في الصوم من تزكية للنفس وضبط للسلوك وطهارة للقلب وعافية للبدن فمن الثابت علميا أن الإنسان إذا استمر على تناول ثلاثة وجعبات من الطعام في كل يوم على مدار السنة فإنه يتجمع في جسده من الدهون والشحوم والسموم والنفايات والخلايا الميتة ما يحتاج إلى فترة ترميم وصيانة فالصوم الحقيقة هو فترة استعادة للبدن طهارته من هذه السموم التي تتكدس في الجسد طوال العام إذا قال تعالى وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون فقد ثابت أن جسم الإنسان يعتمد في نشاطه أثناء الصيام على سكر الجلوكوز الذي يتناوله الصائم فيما يتناول في وجبة الصحور ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في الصحور بركة وقال إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين ولكن الجلوكوز الذي يحصل عليه جسم الصائم في وجبة الصحور لا يكفي إلا لساعات محددة من ساعات فترة الصيام لذلك يعتمد جسم الصائم على كل من المواد السكرية والدهنية المختزنة فيه ومجرد تناقص نسبة سكر الجلوكوز في الدم تبدأ عمليات الاستقلاب في التصارع فتحول الجلوكوز المختزن في الكبد إلى سكر الجلوكوز ثم تتحول الدهون إلى الأحماض الدهنية والجليسيرول التي تتأكسد لتصنع الجلوكوز وتنتج الطاقة هذا الاستقلاب للمواد البروتينية من أجل حفظ معدل تركيز سكر الجلوكوز في الدم في مستوى ثابت من أعظم الفوائد التي يمكن أن نشريها جسم صائم ويؤدي الصيام إلى زيادة تدفق الدم خلال الأوعية الدموية ويساعد ذلك على زيادة نسبة الأكسوشين والغذاء الواصل إلى الخلايا عبر هذا الدم مما يؤدي إلى زيادة حيويتها ونشاطها بعد تقريص الجسم من المركبات الدهنية المنتصقة بجدران تلك الأوعية أثناء فترة الصيام ويؤدي ذلك إلى تأخر علامات الشيخوخة كما يؤدي أيضا إلى تحلل خلايا التالفة واستبدالها بخلايا جديدة تزيد من حيوية وظائف الجسم المختلفة لذلك يشعر النسان بعد انتهاء شهر الصوم بنقاء جسمه وزيادة طاقته وتجدد نشاطه وحيويته ومن المعلوم أن هناك من الأمراض ما يشفيها الصيام أو ما يكون الصيام عاملا مساعدا في شفائها ومن الأمراض التي يعالجها الصيام تلك الأمراض الناتجة عن السمنة المفرطة كالتصلب الشرعيين زيادة ضغط الدم وغير ذلك من أمراض القلب والدورة الدموية كذلك يعالج الصيام التهاب المفاصل ومشكلات الجهاز الهضمي والغدد الصماء والصيام يقوي جهاز المناعة في الجسم ويخلصه مما قد تراكم فيه على مدار السنة من الدهون والشحوم والسموم والنفايات المختلفة وعلى ذلك فإذن الصوم العديد من الفوائد المتعلقة بالجسد طريقة مباشرة والتي لا تشمل الصائم فقط بل تمتد إلى أهل الرخص إن صاموا ما لم يتحقق لهم ضرر صحي من الصيام وقد أثبتت العديد من الدراسات في علم النفس من غير المسلمين من أمثال عالم المالي اسمو باريش فارس يقول إن هناك ضرورة لكي يتدرب الإنسان ولو لفترات محددة على حرمان نفسه طواعية واختيارا من العديد من رغائبها وشهواتها كأسلوب من أسليب تهذيب هذه النفس وتربيتها على تقوية إرادتها وضبط سلوكها أمام العديد من الشهوات والغرائس والانفعالات التي يتعرض لها الإنسان في هذه الحياة الدنيا وأنه كلما زادت قدرة الإنسان في ذلك كلما ارتقى في سلم الإنسانية إلى مقامات متسامية في السلوك والفهم والحكم على الأشياء ويقول وعلى النقيض من ذلك فإن الإفراط في إشباع الشهوات وفي تكليس الاختيارات يؤدي بالمرأة إلى شيء من عدم القناعة الذي ينتهي به إلى حالات من الاكتئاب والشعور بالتعاسى والإحباط المفضي إلى العديد من الأمراض النفسية وذلك لأن أغلب الناس لا يعرفون وسيلة صحيحة لضبط شهواتهم وللتقليل من نهم رغائبهم وشره أطماعهم في هذه الحياة الدنيا هذه شهادة من رجل غير مسلم يقول أن الصيام ولو لفترة محددة وسيلة من وسائل تزكية النفس وتقوية الإرادة وتعويد الإنسان على أن يكون قادرا على التحكم في الكثير من شهواته ورغائبه ثم تقول الآيات شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وهذا كافي لكي يشجع كل مسلم ومسلمة على الاهتمام بهذا الشهر لأن الله سبحانه وتعالى بعلمه المحيط اختار هذا الشهر لإنزال آخر رسالاته السماوية فيه فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فربنا تبارك وتعالى كما فضل بعض النبيين على بعض وبعض الرسل على بعض فضل بعض الأزمين على بعض وبعض الأماكن على بعض فجعل من أفضل أيام السنة يوم الجمعة وجعل من أفضل شهور السنة شهر رمضان وجعل الليالي العشر الأخيرة من رمضان أفضل عشرة ليالي في السنة وجعل أشرفها على الإطلاق ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر والف شهر يعني 83 سنة يعني لو وفق العبد في حصل قيام هذه الليلة هي بعمره كله لو وفق العبد على كسب مرضات الله في ليلة القدر هي بعمره كله كذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى لم ينزل القرآن فقط في هذا الشهر الفضيل بل يخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن كل ما نعلمه من الكتب السماوية والتي جاء ذكرها في كتاب الله أنزلت في شهر رمضان فيقول صلى الله عليه وسلم أنزلت صغف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان وأنزلت الطورة لست مضين من رمضان وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان وأنزل القرآن لأربعين وعشرين من رمضان وفي ذلك تأكيد على شرف شهر رمضان عند رب العالمين وعلى وحدة رسالة السماء المنطلقة من وحدانية الخارق سبحانه وتعالى وعلى الأخوة بين جميع الأنبياء وبين الناس جميعا وتقتم هذه الآية الكريمة بقول ربنا تبارك وتعالى هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والهدى هو الرشاد إلى سبل الحق وقصد المنهج وذلك لأن العالم قبل بعثة خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم كان قد فقد صلثه بنور السماء في غالبية أهل الأرض جميعا يعني كان اليهود قد فقدوا الطورة وابتدعوا في الدين وتقولوا على رب العالمين وكان النصارى قد فقدوا الإنجيل وابتدعوا في الدين وتقولوا على رب العالمين وكان أهل الجزيرة العربية قد فقدوا رسالة إبراهيم وولد إسماعيل عليهما السلام وعبدوا الأصنام والأوثان والنجوم والكواكب فكان الدنيا قد أظلمت ظلاما كاملا ولذلك كانت بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم وتنزيل القرآن الكريم إعادة لصلة البشرية جميعا بنور السماء مرة أخرى وبالهداية الربانية مرة أخرى هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وكما قلت والهدى هو الرشاد إلى سبل الحق وقصد المنهج وذلك لأن العالم قبل بعثة خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم كان قد فقد الصلى بنور السماء في غالبيته الساحقة ففسدت العقيدة وانحرفت العبادات وتدنت الأخلاق وانحطت السلوكيات حتى أصبح الناس في أمس الحاجة إلى الهداية الربانية من جديد فأنزل الله تعالى القرآن الكريم هدى للناس الذين كانوا قد فقدوا الصلى بالهداية الربانية بالكامل وغريقوا في العديد من الوثنيات المبتدعة أو المعتقدات المحرفة عن الرسالات السابقة فجاء القرآن الكريم بالقول الفصل بين الحق والباطل وبين الحلال والحرام ثم يقول ربنا تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين بجعل صيام شهر رمضان فريضة على كل مسلم بالغ عاخل حر سليم مقيم وذلك المردود الإيجابي للصيام على الصائم بدنيا ونفسيا طربويا أخلاقيا سلوكيا دينيا دنيويا أفرادا ومجتمعات ولذلك اعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم رمضان ركنا من أركان الإسلام وأكد على ذلك بقوله الشريف من أفطر يوما من أيام رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضيه صوم الدهر كله وإنصامه وقد عرفت من حكمة الصوم أمور كثيرة منها تقوية الإرادة في الإنسان ضبط السلوك تحسين الأخلاق تعميق الإيمان زيادة الثقوى بالموظبة على مختلف العبادات التأكيد على وحدة الأمة الإسلامية المفروض أن تصوم كلها في يوم واحد وتفطر في يوم واحد مع أعتبار الفروق الزمنية بين بقعة على سطح الأرض وأخرى التواصل بالفقراء والمحتاجين في المجتمع وزيادة الإحسان إليهم التأكيد على فريضة الجهاد لذلك وردت كلمة الجهاد بمختلف تصريفاتها في كتاب الله 33 مرة وأكد رسولنا صلى الله عليه وسلم على فريض الجهاد بأخوال كثيرة منها إيمان العبد أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله ثم جهاد في سبيل الله ثم حج مبرور ويقول صلى الله عليه وسلم أفضل الناس مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله ويقول إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله ويقول غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها ولا ننسى أن كافة انصارات المسلمين كانت في شهر رمضان من بدر الكبرى إلى انصار المسلمين على صهاينة في حرب رمضان سالة 73 نعلم أيضا أن رمضان شهر القرآن شهر يعقف المسلمون على تلاوة كتاب الله ويفتخر كثير من المسلمون ختم القرآن ثلاث مرات أربع مرات عشر مرات ولكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ختم القرآن في أقل من ثلاثة أيام فقد تعجل به ومن ختمه في أكثر من أربعين يوم فقد هجره ويشكو رسولنا صلى الله عليه وسلم يشكونا إلى رب العالمين إن قوم انتخذوا هذا القرآن مهجورا ولذلك يجب العقوف على تلاوة القرآن في شهر القرآن والتلاوة يعني أجرها عظيم عند رب العالمين ولكن التدبر منزل أعلى بكثير من مجرد التلاوة فرسولنا صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ القرآن ولم يعربه أوكل الله تعالى به ملكا يكتب له بكل حرف حسنة والحسنة كما أنزل بعشرة أمثالها ثم يقول ومن قرأ القرآن وأعرب بعضه أوكل الله تعالى به ملكين يكتبان له بكل حرف هشرين حسنة والحسنة بعشرة أمثالها ومن قرأ القرآن وأعربه يعني فهم دلالة الآيات فهما كاملا أوكل الله تعالى به أربعة من الأملاك أربعة من الملائكة يكتبون له بكل حرف سبعين حسنة والحسنة بعشرة أمثالها ولكم أن تتخيلوا الفارق بين عشر حسنات وصموات حسنة والله يضاعف لمن يشاء لذلك ننصح إخواني وأحبابي من أمثالكم وأخواتنا الكرام نوجودات لو أقرأ القرآن أختمه مرة واحدة في شهر رمضان مع شيء من التدبر وربنا يعتب علينا أننا لا نتدبر القرآن أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لو وجدوا فيه اختلافا كثيرا وأنا أقول ذلك يعني أريد أن أطيل عليهم كثيرا ولكن يحزنني حقيقة حال المسلمين الآن يعني حيثما نظر الإنسان يجد مسلم اضطهد مخارب مذلول ضعيف مكسور الجناح وسبب ذلك حقيقة أننا قصرنا في حس التبليغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ما نرى في سوريا في العراق في اليمن في مصر في ليبيا في بورما في مالي هذه المآسي سببها أو من أسبابها الرئيسية أننا قصرنا في حسن التبليغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وظللنا أن نجتر جهود السابقين دون إبداع والقرآن الكريم فيه أكثر من 1200 آية قرآنية صريحة تتحدث عن أشياء هذا الكون وهذه الآيات لا يمكن أن تفهم فهما كاملا في إطار اللغة وحدها على فضل اللغة وضرورتها فالقرآن أنزل لنا بلسان عربي مبين فلابد أن نفهم الآية أولا في إطار اللغة دلالة الألفاظ أساليب التعبير قواعد اللغة وننظر في جهود المفسرين السابقين ننظر في المأفور من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لكن هذه الإشارات الكونية لا يمكن أن تفهم فهما كاملا في إطار اللغة وحدها بل لابد لنا من إضافة الحقائق العلمية بالضوابط العلمية والشرعية الصحيحة حتى تفهم دلالة هذه الآيات فهما صحيحا ويظل هذا الفهم يتسع مع تسع دائرة المعرفة الإنسانية في ثكامل لا يعرف التضاد ونقول هذا الكلام لسببين أساسيين سبب الأول أننا تركنا العالم يغوص في وحل الشرك والضلال والكفر والبعد عن التداية الربانية لأننا لم نحسن حمل هذه الرسالة إليهم باللغة الوحيدة التي يفهمونها وهي لغة العلم لدينا مئات من العلماء الذين أسلموا الواحدهم بآية واحدة ولو عندي وقت والله أروي لكم كثير من القصص آية واحدة أو حديث نبه واحد يجعل عملاق من عماليق العلم الغربي يسلم ويسجد لله سبحانه وتعالى جاءتني رسالة من سيدة بريطانية اسمها كريستين بيكر تقول أنها أسلمت وتعرف من تعرفه من الذين أسلموا بالقراءة ليس بدعوة المسلمين في بريطانيا وحدها أكثر من خمسة وخمسين ألف رجل وامرأة في الفترة من يناير 2001 إلى الوقت الحالي وتقول ثلثة هذا الرقم من النساء لماذا في القرآن من حق لم نستطع نحن أن نجليه للناس طبعا عندنا عشرات بل مئات بل آلاف من الذين أسلموا بآية واحدة أو بحديث نبوي واحد أنا كنت في مؤتمر فلكي في لندن منذ سنوات وذكرت حديثا من حديث رسول الله والله أنا شخصيا لم أتوقف عنده كثيرا فإذا بأكبر الحضور علما ومقاما والله يقول لو لديكم محمد إلا هذا الحديث لكان كافي لشهادة له بالنبوة حديث واحد لو لم يقل محمد إلا هذا الحديث لكان كافي لشهادة له بالنبوة معدين السبب الثاني يعني رأى عني أنه صدر في الوقت الأخير تفسير مختصر للقرآن الكريم اشترك فيه خمستاشر واحد من علماء التفسير والله يا إخوة راجعت الإشارات الكونية لما أجد آية واحدة شرحت شرحا صحيحا وطالع التفسير السيدة 2014 2014 أمر معيب الله يرينا كم قصرنا في حق الله وحق كتابه وحق رسوله وحق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم شيء عجيب جدا يعني أقرأ الشيء يعني من أعظم للتشفات العلمية أن كل محيطات الأرض وعداد من بحارها خائمة على قيعان مسجرة تتجيرا حقيقيا بالنيران وهذا من أكثر ظواهر الأرض إبهارا لعلماء اليوم أن يلتقي الماء والنيران على قيعان كل محيطات الأرض وعداد من بحارها للماء على كثرته يستطيع أن يطفي جذوة هذه النيران ولهذه النيران على شدتها تستطيع أن تبخر هذا الماء بالكامل ورأيت في هذه الحقيقة هذه الونضة القرآنية المبهرة التي جاءت في مطلع صورة الطول والتي يقسم فيها ربنا تبارك وتعالى وهو الغري عن انقسم لعباده البحر المسجور فقل والبحر المسجور قرأت في هذا التفسير الصادر سنة 2014 يقول وأقسم بالبحر المملوء ماءا صفوة يعني الماء سيكون مملوء ايه؟ سيكون مملوء ظلط؟ رمض؟ وأقسم بالبحر المملوء ماءا؟ يعني حتى بعض القدماء فسر هذا القسم تفسيرا أكثر قبول وأكثر منطقية فقالوا المسجور ليس فقط الذي أحمي عليه حتى أحمر من شدة الحرارة قالوا المسجور المملوء بالماء المكفوف عن اليابسة وهو صحيح يعني من نعم الله علينا أن 97.5% من ماء الأرض في البحار والمحيطات وكل الذي على اليابسة في حدود 2.5% لو بقي الـ 2.5% هذه سائلا لأغرق الأرض فشاءت رحمة ربنا تبارك وتعالى أن يجمد أكثر من نصف هذه النخبة أكثر من 1.5% على هيئة سمك هائل من الجليد فوق قطبه الأرض وفي قمم الجبال سمك الجليد في قضل الجنوبي 4 كم القضل الشمالي 3.300 متر ولولا هذا الجليد ما وجدنا شبرا من الأرض نقف عليه من اليابسة نقف عليه فقالوا الممنوع بالماء المكفوف عن اليابسة وصريح 100% حتى لم يصلوا إلى هذا الفهم القديم عندنا قسم في صورة الله مصلي رسولنا رسول الله الواقعة يقول فيه ربنا تبارك وتعالى فلا أقصبوا بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم والنجوم في حد تاتها من أعظم خلق الله النجوم عبارة عن أفران نووية عملاقة يخلق لنا فيها ربنا تبارك وتعالى كل ما تحتاجه الحياة من صور المادة والطاقة تصل الحرارة في الشمس 15 مليون درجة مطلقة بعض النجوم تتجاوز 5000 مليون درجة مطلقة طيب النجوم في حد ذاتها من أعظم خلق الله لماذا أقسم ربنا تبارك وتعالى بمواقع النجوم ولم يقسم بنجوم ذاتها على عظم شأنها ندرك الآن في عجالة أن من رحمة الله تعالى بنا أنه جعل النجوم بعيدة عننا جدا فالشمس أقرب نجم إلينا تبارى عننا 150 مليون كيلومتر إذا انبثق منها الضوء يصل إلى الأرض بعد 8 دقائق وثلث تكون الشمس تحركت مئات الكيلومتر آلاف الكيلومترات فنحن لا نرى الشمس ولكن نرى مواقع مرت بها الشمس ثاني أقرب نجم إلينا يبارى عننا 4 و3 من 10 من السنين الضوئية يعني إذا انبثق منه الضوء يصلون بعد أقل من 50 شهر يكون النجم قد تحرك بلايين الكيلومترات فنحن لا نرى النجوم ولكن نرى مواقع مرت بها النجوم وهذا من رحمة الله تعالى بنا لأن عين الإنسان إذا نظرت إلى النجم بطريقة مباشرة يفقد الإنسان بصره تحترق الشبكية بالكامل لذلك رب عمي يرين رحمة من رحماته فقال فلا أقصب بمواقع النجوم هذا القسم المغلط وإنه لقسم لو تعلمون عظيم في هذا التفسير يقولوا لا أقصب بالمواقع التي توجد فيها النجوم صوت يعني فهو فصل الماء بعد الجهد بالماء في تفسير طالع سنة 2014 ميلادي والله يا إخوة وأخوات أمر معين في حق هذه الأمة مليار ونصف مليار نسمة طيب في قوله تعالى ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر طبعاً رخصة أخرى من ربنا تبارك وتعالى للذي يجفي نفسه صعوبة للصيام ثم يقول يريد الله بكم اليسرى ولا يريده بكم العصر والله دائماً يريد اليسرى بعباده فكل أمور الحياة انطلاقاً مع العقيدة الإسلامية تدعو إلى السماحة التي لا تكلف فيها مع شعور الدائم برحمة الله التي يحيط بها عباده حتى يوسر بعضهم على بعض ويتجل التسير في الصيام الإسلامي بتحديد مدة الصيام من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس وهذه الفترة يتراوح مداها في أغلب البقاء الأرض بين 11 ساعة و 17 ساعة اليوم كلمني أحد الإخوة بتليفون وقول لي أنا بنظر في أحد مواقع الملحدين العرب يقولوا أي عدل يعني ناس تصوم 11 ساعة وناس تصوم 22 ساعة فقلت لها أنت لم تفهم دينك قلت لها أنا كنت في أحد اجتماعات بجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي أو أثير هذه القضية يعني الصومة في خطوط العرض العليا التي تغيب فيها أو لا تنضبط فيها العلامات الفلكية وكان القرار الصيام على أخرى بلد تنتظم فيها ظهور هذه العلامات الفلكية على أي حال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون توضيح للرخصة التي شرعها الله لكل من المسافر والذي أصابه مرض في رمضان أن يقضي أيام الفطر في وقت آخر حتى يتمكن من إكمال عدة أيام شهر رمضان فلا يضيء عليه يوم من أيامه وللفوائد العديدة للصيام شهر رمضان فإن كل من يدرك فضل هذه الفوائد يدرك أنها نعمة تستحق الشكر لله والتكبير لجلاله وهذه غاية من غاية الصوم في رمضان فعندما يشعر الصائم بقيمة هذه العبادة التي يصرها له الله طيلة فترة الصيام ينطلق رسانه بالشكر لهذا الخالق العظيم وفي قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون تأكيد على قرب الله تعالى من عباده الصائمين الذين شرفهم بنسبتهم إليه وبالرد المباشر عليهم وبتعجيل إجابة دعاء كل فرد منهم ولذلك يوجههم ربهم إلى الثبات على الإيمان على الإيمان به والاستجابة لأوامره حتى يقودهم ذلك إلى الهداية والصلاح والرشد في الدنيا والنجاة في الآخرة ومن أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل الدعاء إن الله تعالى لا يستحي أن يبصر العبد إليه يديه يسأله فيهما خيراً فيردهما خائبين ويقول صلى الله عليه وسلم ما على ظهر الأرض من رجل مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا أتاه الله إياها أو كف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثب أو خطيعة رحم ويقول صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجر يقول دعوت فلا بيستجاب لي ويقول عليه الصلاة والسلام للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة ثلاثة لا ترد دعوتهم الإمام العادل والصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم يرفعها إلى الله دون الغمام يوم القيامة وتفتح لها أبواب السماء ويقول الرب بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين فأسألكم جميعا بحق هذا الدين عليكم أن تتوجهوا لله بالدعاء لحظة الإفطار طالبين أن يرفع عن أمة محمد ما تعانيه من نكبات وأن ينصر إخوانا المجاهدين في كل مكان وأن يفك أسر المأسورين ووضغ صراحة المعتقلين وينتقم لدماء الشهداء من الأبرياء الصالحين وربنا تبارك وتعالى رب ذلك ووليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر